منذ لحظات اللي كنت لسه بقول لكم عليه بص يعني انا واقف معاكم اقل هوا سبحان الله بصراح معصي ينزل ستوري يقول فيها نفس الكلام يكنت بقول لكم هيطلع طبعا يقول انا ما كنتش باش يقول للجماهير وان انا ما كنت بحتفل عادي هتقولي يا جماعة الستوري اللي نزلها تمام انا كنت بحتفل عادي قال لك قال لك احتفال عادي والله الجمهور مين اللي اقول له هص بطلوا تقولوا اي كلام اللي هو احنا يعني ماشي وما بيقول لي مين هص يعني ويعني احتفال عادي اللي بيعمل كده بيواجه رسالة لمين طيب لو انت شايف وطبعا يعني ايه دايما انا بصدق النواية يعني انا مش داخل جواه نواية عشان اقول ايه لا لا ده بيجزب كان بيعملها للجمهور اكيد طيب خلو احتفال عادي وانت مش عاملها للجمهور فهينا برضو في مشكلة انه انت مش عارف انه الاحتفال ده غلط يعني الاحتفال ده بيبقى لازم يبقى رسالة ففي هنا برضو مشكلة عموماً عموماً ما تتعملش الحاجات دي مش لازم يعني خاصةً زي ما قلت عشان ما قدش الكلام يعني لسه محتاج وقت لسه محتاج تاريخ واسم وتكبر اسمك في النادي الأهلي وتعمل إنجازات عشان لما تعمل كده حتى نقول إيه معذور ما ويام عمل للنادي الأهلي والناس كانت جاء علي شوية الفترة اللي فاتت وإن كانت هتفضل طول الوقت حاجة غلط يعني مش بس يعني عند إيه لك مبر لكن الوقت ما فيش بس خلاص نصدق النواية هو الراجل قال لك أنا مكنش بعمل كده للجمهور أنا بحتفل احتفال عادي ده مش احتفال عادي بس هاش تبقى عارف يعني تبقى فاهمين اللي احتفال بتبقى زي ده مش احتفال عادي يا كابتن صلاح يا لعيب يا موهوب اللي احنا في الكرة المصرية مستنين منك كتير جدا وإنت عندك الإمكانيات اللي تعمل ده